من نزوح إلى نزوح واقع مرير تعيشه غالبية الأسر في مارب بفعل الاستهداف الحوثي المتواصل للمناطق السكنية تقرير حكومي جديد رصد نزوح أكثر من 54 ألف شخص خروبا من التصعيد الحوثي بعد أن شنت الميليشيا المدعومة من إيران قصفا عنيفا على الأحياء السكنية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مارب قالت إنه منذ مطلع سبتمبر الماضي نزح نحو 54 نازحا ومهجرا قصريا من مديريات حريب العبدية والجوبة وسط تجاهل المنظمات الأممية والدولية الإنسانية تجه دعوتها المتكررة لغاثة آلاف النازحين الذين تكتظ بهم المحافظة التقرير أشار إلى تصاعد تبعات أعباء الأعمال العدائية والعنف الحوثي المفرط للتصعيد العسكري الوحشي المستمر الذي ترتكبه الميليشيا بحق سكان مديريات مارب الجنوبية وأكد أن الآلاف من الأسر ما تزال عالقة بسبب قطع الطرقات وتقييد حركة النقل وتعريض المدنيين للخطر والسهداف المرة من قبل الميليشيا اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية في كافة المجالات الأساسية التي تحاول السلطة المحلية في مارب بكامل قدرتها المحدودة لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين مؤخرا والتخفيف من معانتهم تتطلب حضورا فعلا للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وبشكل ملموس 93% من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى 96% لم يحصلوا على مياه الشرب أو المياه الصالحة للإستخدام 70% منهم لم يحصلوا على الطعام 98% منهم لم يحصلوا على خزانة مياه أو حمامات أو صفوف مدرسية 85% من cohتbau مؤخرا يحصلوا على المقابلة